اكيد حصل معك قبل كده انك حزفت محادثات من الواتساب او سوى رويا كان الحاجة اللي حزفتها سواء بشكل متعمد او بشكل غلط او ان فيه حدث حصل وانت لازم تسترجع البيانات المحزوفة او ان ادري فونك الكسر او اي سيناريو تاني والبرامج اللي موجودة في الموضوع ده كتير ولكن اولئي منها فعلا اللي بيقدر يسترجع معظم الملفات دي وانا النهاردة جيب لك برنامج عن تجربة انا جربته الفترة اللي فاتت وعرف تقدير البرنامج ده قادر يرجع معظم الملفات المحزوفة على الواتساب او لو حتى الجهاز شاشته مكسورة ومش قادر اوصل البيانات ازاي بيقدر يرجعها على الكمبيوتر بتاعي والموضوع حرفيا سهل جدا في ثلاث خطوات بس اول حاجة بتوصل موبايلك بتحمل البرنامج بتدوس على استعادة والموضوع بسيط جدا البرنامج اللي يتكلم عنه النهاردة اسم ULT Data WhatsApp Recovery البرنامج مشهور جدا وبقاله الزمن في الموضوع ده ومنافس بشدة فعلا في مجالات استعادة من محزوفة وعملنا فيديو من كام يوم ازاي تستعيد ملفاتك من على الكمبيوتر اللي تحزفت بس لازم اول حاجة تأكد انك معاك وصلة اصلية وتتأكد انك عامل نسخة احتياطية للواتساب بتاعك وطبعا ده كله هنعرفه بالتفصيل وبالمراحل وهنشوف ده دلوقتي على الكمبيوتر وعايز اقولك ان الناس دي عندهم خطط اسعار ممتازة جدا تناسب الجميع الاسعار وعلى قد اليد وفي نفس الوقت بتقدر توصل لكل البيانات اللي انت عايزها فلو انت فعلا بتدور على برنامج يرجعلك الملفات المحزوفة من الواتساب يبقى البرنامج ده مثالي ليك وانصحك جدا بتحميله واخد بالك انا بعملش اي فيديو لأي برنامج غير ما بكون متأكد منه الاول ومجربه وعشان جربت البرنامج ده بقالي فترة قلت لازم اوريك ازاي ده بيشتغل وازاي تقدر ترجع كل ملفاتك المحزوفة ايا كانت نوعها من خلال البرنامج ده لانه بيدعم سيخ كتير جدا للملفات وبيدعم اكتر من ست الاف جهاز وطبعا رقم كبير جدا واشهر حاجة بيدعمها طبعا الاندرويد والاي او اس فيالله بينا وتقدر تحمل البرنامج من اللينك الموجود في ديسكريبشن والتعليم مسبت ويالله بينا اواريك ده بيتم ازاي الموضوع سهل جدا اول حاجة هتحملها تروح تحمل البرنامج من اللينك الموجود في ديسكريبشن او التعليم المسبت عن طريق الويب سايت او الموقع اللي قدامه هتلاقي ان البرنامج او الموقع بيعرفك باهم مزايا التطبيق المراهيب ده اولا بيدعم الاي او اس وبيدعم الاي اندرويد وكذلك بيدعم استرجاع بيانات واتساب من اي سيناريو اه حاسف بقى نهار الجهاز فيروسات شاشة مكسورة عادة ضبط مصنع بيستعيد اكبر كم من الرسائل واستعادة صياغ ملفات واتساب مختلفة وكتيرة جدا والخطوات بتاعته بسيطة جدا في تلات خطوات بس تقدر تعمل العملية دي بيدعم اكتر من ستة لاف جهاز وطبعا رقم كبير جدا 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 فخلينا ندوس الان ونشوف هنعمل ايه بعد تحميل البرنامج هيفتح معاك الوجه اللي قدامك دي هتختار كلمة الجهاز وهتختار نوع الجهاز اندرويد والاي او اس انا اختار الاندرويد ودلوقتي لازم توصل الجهاز بالكمبيوتر بتاعك وددي سماح لنقل الملفات عشان يدي صلاحية لاستخدام الواتساب هترجع تاني للكمبيوتر بتاعك وهدقرالك هنا موديل الجهاز وهدوس على كلمة ابدأ يارى التعليمات بيديك بس تعليمات هدوس له حسنا عليها وبعد كده هتروح للجهاز تاني هتعمل استعادة او نسخة احتياطية من الواتساب عشان تحسبها لأي زرفة برضو وغير كده النسخة الاحتياطية هتساعد البرنامج ان يقدر يوصل لكل ملفاتك الشخصية بكل سهولة دلوقتي نجي على الكمبيوتر تاني وهيبدأ بالفعل عمل نسخة احتياطية وماته لأش دلوقتي بيسبت الواتساب بتاعه وهيعمل ريستارت للموبايل بتاعك ماته لأش خالص دي يعني اجراء طبيعي جدا وبعد كده الجهاز هيشتغل تاني هتدي صلاحية ليه وهترجع للكمبيوتر بكل السؤال الموضوع سهل وبسيط هيزهر لك قدامك الرسالة دي دي هتظهر لك برضو على الموبايل لازم تدوس عليها الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات عشان تدي صلاحية للبرنامج ان ياخد كل المحادثات وكل الحاجة اللي موجودة على الكمبيوتر هترجع تاني الكمبيوتر بيعمل اعادة تثبيت للواتساب الاصلي وبكده مبروك عليك كل حاجة موجودة ليك على الواتساب موجودة ليك على الكمبيوتر على سبيل المسال هنختار مثلا كاملة ملسقات واختار المكان اللي هاحفز فيه الملف بتاعي اختار مثلا وهدوس اوكي وبكده بكل بساطة كل اللي موجودة على الواتساب بقت موجودة على الكمبيوتر فيش اي مشكلة لو حاجة ضاعت حتى ومحفوظة قبل كده على الجهاز هيقدر يوصل لها بكل سهولة وهيديني نسخة منها على الكمبيوتر طيب تعالة مسلا نختار كلمة سامعي او الصوتيات نفس الكلام هختار على سبيل المسال هدوس اوكي الموضوع السهل وسريع دلوقتي زر قدامي واتساب ومنها باختار فعلا كل الملفات الصوتية بتاعتي اللي موجودة على الواتساب ولو جيت على سبيل المسال مسلا اختار الصور الصور عندك هنا موجودة ميتين خمسة وستين صورة موجودة على الواتساب اختار برضو او المكان اللي انا عايز احفز فيه الملفات المفقودة بتاعتي او الملفات اللي انا عايز اعمل منه اصخح على كمبيوتر وبالفعل انشأ ملف اسمه وهتلاقي موجود فيه كل الصور اللي موجودة على الواتساب ولو حتى الصور محظوفة بس كانت موجودة قبل كده على الواتساب او الجهاز هو هيقدر يستعادها ويستعرضها لك بالشكل اللي انت شايفه. انا تجربتي كانت على موبايل جديد والواتساب لسه معمول عليه وطلع لمتين خمسة وستين صورة. عايز بس افكرك ان ك لازم تفتكر كويس جدا المسار اللي انت اخترت تحفظ فيه الملفات بتاعتك. هو بيحفظ على لو ده ظاهر قدامك. ولكن انت بايدك تختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه بالتحديد. هتعمل النسخة بتاعتك وتحتفظ بها على الكمبيوتر. وقت ما هتحتاجها هترجع لها للموبايل بتاعك تدر تبعتها على الموبايل او تخليها محفوظة على الكمبيوتر. فلازم تفتكر كويس جدا انت حافظ داتا فين. وزي ما انت شفت التجربة تمت على موبايل جديد وقدر يسترجع بيانات كتير جدا كده محزوفة او بالفعل موجودة على الجهاز. فالبرنامج ده انا برشحه من افضل البرامج اللي تقدر ترجع لك ملفة كلمة محزوفة من الواتساب او على الجهاز. ولكن هو متخصص بالتحديد في الواتساب. ولذلك لو انت بتدور على برنامج فده برنامج مسالي لك هتلاقي اللينك موجود في ديسكسريبشن والتعليم مسبت. واشايفك ان شاء الله فيديو جديد. سلام.